هو في الجزائر ضرورة تنقية مناخ الأعمال العقلية البيروقراطية الفساد الاتكال التسيب في مجالة العمل هي كبيرة جدا لاحظ المحاكم ما زالت مليئة بقضايا الفساد لاحظ مركب الحجار لاحظ تعامل في القطاع الفلاحي كل الدعم الذي يتلقى تقريبا لا يدفعون ضرائب لكن المضاربة وعدم التحكم في التسويق والتخزين ما زال مطروحا بقوة وأمام الارتفاع المتزايد للنسب السكانية وتوسع المدن فكل هذه الآفات تزداد تطورا حتى أن السلطة حدرت من السوق الموازي السوق الموازي تقريبا فيه أكثر من 60 مليار دولار أموال تدار دون أن تدفع ضرائب ودون أن نعرف مصدرها وبتالي الأخطار على الاقتصاد الجزائري ما زالت كبيرة جدا ولعل عقدة الريع النفطي الذي دائما يدفعنا إلى التساهل وإلى الاتكال ما زالت للأسف الشديد هذه العقلية مسيطرة على دوليب الاقتصاد الوطني فيه ربما قصر نظر في التعامل مع الزيادات في الأجور والاهتمام بالعامل ما زالت النسب الكبيرة في الزيادات تنعكس على الأجور الكبيرة نحن هنا لسنا ضد أي طرف لكن ضرورة الالتفات كثيرا إلى الفئات الهشة لأن مثلا إذا قلنا أننا نزعنا ضريبة على الدخل للأجور المتدنية لكن في الواقع 30 ألف دينار أو 40 ألف دينار مثلا في موسم رمضان مع موسم العيد يمكن لربعة إلى من ثلاثة أفراد أن يدفع 40 ألف دينار في يوم واحد ثمن ألبسة العيد أو ثمن يعني الشراء تبضى للعيد وعليه فالواقع ما زال يعكس الكثير من الصعاب ومن المتعب وبالتالي هذه الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تكون متكاملة دون عجز لأن حتى الانفاق العمومي ما زال هو المرتفع بالمقارنة مع القطاع الخاص القطاع الخاص في الجزائر يجمع أموال ولا يعمل والانفاق العمومي دائما فيه مصاريف كبيرة جدا من الخزينة العمومية لا قدر الله لو تنزل أسعار النفط فستصاب الميزانيات باختلالات كبيرة جدا وبالتالي ضرورة إرجاع عقلية يجب العمل لتشكيل ثروة لأن في الجزائر يمكنك أن تشكل ثروة دون أن تعمل وهذا هو الإشكال الكبير هناك الكثير لديهم أموال طائلة دون أن يظهر عملهم في الواقع ترجمة نانسي قنقر